اشتركوا في القناة وخلينا نشوف نظرتك للساحة الأدبية تشايف الساحة الأدبية كيف والله جميل في شباب بيقدم شعر حلو جدا في شباب متذوقين بعرف يعني شنو شعر فأنا بفتكلم ذات السؤال التصنيف بالنسبة ليه صعب لأنه أنا بعتبر نفسي عدوب برضو بديعلم عدوب برضو في البدايات وإن كان في نصوص بيقال على إنها كويسة يعني جميل طيب فيه اتهاء مباشر لكل الذين يكتبوا الشعر في الفترة الأخيرة بأنه كتاباتهم متشابعة فيه حسها فيه مفرداتها فيه صياغتها حتى فيه النظم يعني نتراك شنو في الكلام والله هو فيه لكن بفتكر إنه النوع ده من الشعر ما بكون شعر حقيقي زي ما بقوله بالعام كده يعني فورة صعبون أو رغوة صعبون بيوم إلى أيام بتخلص بتصهر الحقائق فيه إنه ده شعر حقيقي وإنه ده مصطنع يعني ما حقيقي أنت ما شايفينه فيه تشابه على مستوى المفردات يعني فيه كتير حتى فيه مفردة كده لافة شكل واحد من الكلام بتلقاها مثلا عن فلان وعن علا نص المفردة فيعني ما بعرف هو تشابه مشاعر ولا هو تشابه مقصود زول بيحاكي الثاني أنا ما قادر أعرف لكن لونية الشاعر في كتابته بتصهر من خلال كتاباته اللي بيصنفوها الناس اللي بيسمعه فلازم تكون عندك الكاركتر حقك يعني الخاص بك طيب هل الشاعر بيختار إنه يتميز ولا نصوصه غصبا عنه يتخليه يتميز لا طبعا نصوصه بيتخليه غصبا عنه يتميز هو ذاته بيحيث بإنه هو ما بيشبه غيره لكن ممكن ما يقوله ما ترى أقولك زيه كده طيب قولي لنا نص نحديو للمشاهدين طيب بس أنا عندي مشكلة بتاع الحجز طبعا عزلوني طيب ما عندنا مشكلة ممكن تقولي من التلفون عادي ونستعين بالتلفون آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لما ما نخون البريدنا وما نثيب البنسك إيدنا والمبادئ ما بنبيعه وكله أحلى على الطبيعة لما نوفي دعوعدنا ونما ما نصنف بعضنا أنه يا أخي فلان مهمشوا دي المقاماتهم رفيعة وكله أحلى على الطبيعة لو نقدر للغلابة وما نشيل عرق التعابة بيننا ما بدهوم حرابه وكله كله بس حسب الشريعة وجته أحلى على الطبيعة لو نقدر للحبايب المعاكلة وحتى غايب ما بنريد ليه الوديعة أصلا الأيام قليلة وما في زول دا مثله حيلة والسنين بتمر سريعة وكله أحلى على الطبيعة لما نوفي دعوعدنا لما ما نصنف بعضنا أنه يا أخي فلان مهمشوا دي المقاماتهم رفيعة وكله أحلى على الطبيعة كله أحلى على الطبيعة ده بيقولني لي سؤال مهم جدا هو هل يدعي الشاعر المثالية من خلال ما يكتب أم يريد مدينة فاضلة ما الذي يريده الشاعر للبنسك؟ هذا الشاعر يعيش في عالمه الخاص داير شنو؟ بيحلم بالحياة اللي هو بيكتب عنها وإن كانت ما موجودة هي طبعا تسعين في البنية بتكون صعب أنه يريدها مدينة فاضلة يعني مثلا؟ مدينة فاضلة يعني مثلا؟ فاضلة ومليئة بالخيال أكتر يعني يمكن ففي حاجات بتكون مقارب للمجتمع من خلال أفكارك من خلال تواجدك مع الناس وتداخلك معهم لكن في كتابتك بيصهر حقيقة شعورك انت تجاه الموضوع المعين اللي بتتصوض حسى القصيدة قدت هذية يعني ما بعيدنو تكون في حاجة متاحة صاح؟ أهم قول لهشrants هذا الممتنع ولا بقوله شانو؟ أهم فيبقى حسب شعور الشاعر يعني طيب كلى ان يستفيز الشاعر يعني عشان يجب استفيز مشاعرك عشان تطلع نص محدد؟ المواقف الحياتية اللي cognomen things withoutcontrol من خلالات تداخله مع الناس البتل 행복 في الشارع العام من خلال تجاربه الخاصة أنا أسمى عبدالخالق أغلب شعري له علاقة بتجربتي الخاصة بعد ذلك قس على ذلك يعني أي زول يغني المغني وكله على الإله يعني فكله زول بيقوم بحيث أنه النظر مكتوب لهه قاصده هابش وهو فدل المرمى الحقيقي لموضوع الشعر وكتابته مفتكري عنه تعمل نظري الخاصة وبيحكي أنا سمعت لكم تروي هنا قالوا يا سلام فسمعوا نص طوالي طيب نقول والله الحياة مراحل مثلا في طفولتنا كانت زايدة فرحتنا وحاجة بسيطة بسيطة تسعدنا وما بننساها بالساهم وجد قالوا الحياة مراحل ولما نبدأ نستوعب نحس بيطاقة جوانة وبيحيوية ما بنتعب ونمشي السكة ونواصل وجد قالوا الحياة مراحل ولما نحن نبقى شباب بتتفتح عليك أبواب فيها سعادة فيها عذاب وبيقيف الزمن فاصل وجد قالوا الحياة الحياة مراحل ولما تزيد مواقفنا والأيام تعرفنا من البجد بيقيف جنبك منوف الجاية مطماطل وجد قالوا الحياة الحياة مراحل ولما نحن نبدأ نشيب ملامحنا الجميلة تغيب نعيش الليالي فيها نحيب عمرنا ماسي في النازل وجد قالوا الحياة الحياة مراحل جميل أسمى دب يعني خلاني أفكر أعمق في ما يكتب الشاعر هل أنت قبل قلت لي أن تكتبي معظم مشعارك عن تجربة شخصية هل تخافي في يوم من الأيام أن يحاكموك بما كتبتي باعتبار أن الحديث ده كان بيعبر عني ففي مرحلة المراحل تحاكم بما كتبتي من أشعار والله وإن حاكموني بفتقد أن دي محاكمة ذات ذات شرف عالي ومحاكمة على ذنب جميل فما دي تجربتي فأنا خير ما أمثل أحكي عن تجربتي الحقيقية ألقلت لك من خلاله بيصهروا ناس كتار بتكون تجربتهم مشابها بس ما قادريني أعبروا عنها يعني فما بخاف من حتة زي دي طيب شنول بيخلد نص شعري معين عند القراء أكتر من نص ثاني مع أنه شعر بينه وبين نفسه يعرف تماماً أنه يملك نصوص أجمل من هذا النص الذي خليه وأعتقد أن لديك تجربة مع الحاجة دي أيو عندي تجربة والله بفتقد أنه هبشم شديد يعني ما فيه لغة الكتابة ذاته فيه لغة قريبة من الشارع شديد وفيه لغة بتكون خاصة بك أنت وفيه حاجة بتكون بعيدة من الناس يعني مثلاً أقول لك يعني ما عليش المغاطعة هل فيه ثلاثة لغات يعني؟ فيه ثلاثة لغات ما بيه ذات المعنى أنا بتكلم عن الكتابة المسلاً بتخصني أنا أسمع عبدالخالق فأقولتك مثلاً بالذات اللي يجينا بتاع الشباب ده فيه مثلاً لفظ معين بيكون مدارين من الشباب كتير فيه لفظ بيكون حق الجيل اللي سبق لينا فيه حاجة بتكون أبعد من كده فتوغل الناس في ثقافة الكلام ذاته اليوم السايد دلوا علاقة بفكرة استيعابه للنص فلما يكون النص قريب لنفس الناس من خلال الألفاظ والكلامات اللي بتتقالي يومياً مداولة بيكونوا عنده وقع خاص في نفسه ومأكيد يعني مفتكر كده شنو اللي بميز المفردة الشعرية من المفردة العامية التي يمكن أن تقال في الشارع إذا أنت تناولت حديث الشارع عشان القصائد تخلى دي طبعاً دي ما فيها حس عالي فيها قافي جميلة فيها دوزنة مختلفة ما زي ما أنا أدّي ألقي النص إلقاء وجه الدولة مغني بتصهر جمالياته أكتر لما يقع عليه واللحن بينفس الفكرة فعشان كده بيختلف إنه تكتب شعر مما تقول كلام سعي جميل فيما قولة مأثورة عن الشاعر سودان راحل حسن الزبير بيقول إنه إذا أراد الشاعر أن يتميز بما معناه إنه يأخذ كلام الناس في العامة ويحول له مفردات رطة أولهم على شكلية جصيدة فيبقى كيف بتكتب أسماء عبدالخالق والله يبينص النظرية القتعة إنه يا أخي ضرورة تكون قريب من الناس ومن قلوبهم زي ما أقول تليك قبل شوية من لهجتهم يعني الحاجات اللي بيحبوها لكن ده ما معنى إنه أنا أقوم أمشي أقول له أنا مثلا دار أكتب قاصدة إني أكتب مثلا الليلة الرخيص ما بيبقى غالي عشان الناس لا ده شعوري الحقيقي اللي اتمخد عنه ثقافة الشارع العام مجتمع في قصيدة يعني طيب نص مع نص نص مع نص طيب دور حريدة ما بيبرا إلا بعد ترد التار من زولا جرح قلبك هو كان خاين وكان غدار زرع أشواك وفي دربك حرك أسحار هواك بالنار وبين إيديه وضح حبك وباع الريدة بإشحار كتل معنى الفرح جواك سكت كل غنى الأوتار وفي لحظات نساه هواك وقال طيفك بيقاله غبار سمام ما قال محالي نساك وقال عينيك أجمل دار وقال درب المشاه معاك سكة ملانة بل أسحار خلاص ضي عربي عمرك بيقيت أسحار بلان ووار ولا هماه يوم أمرك وقال إنه الزمن دواره زي ما قلبه يوم ظلمك بيجي اليوم اللي بعيش محتار وإنت حتنسى لي جرحك وريده حتقاليك تسكار جرح الريدة ما بيبرأ إلا بعد ترد التار من زولا جرح قلبك وكان خاين وكان غدار يا سلام أسماء هل يقصد الشاعر أن يخلد الأحداث بما يكتب من أشعار بمعنى إنه إذا حصل لك حادث محدد عندك أكثر من وسيلة للتعبير إذا كان حادث محزين أو حادث مفرح هل يختار الشاعر للتعبير بالقصائد بيعطبع أجل يخلد الحدث؟ طبعاً هو دم المتنفس بتاعه فمثلاً زول بتحصل معه تجربة بيجيبكي شريط في زول بيبتسم هو مجروح في زول بيكتب بيعبر عن الموضوع ده بالكتابة وطبعاً دي من أعظم النعم علينا من رب العالمين إنه نقدر نعبر بالكتابة فأنا زي ما قلت لك جبيل إنه لديه علاقة بالمواقف اللي بتخص الزول وتياربه وكده يعني صل النصل قلتم ممكن يكون رجعاني 15 سنة لأورا بموقف معين النصل مثلاً قبله يعني قبل فترة قليلة من الزمن فتوثيق الأحداث من خلال الشعر بيحصل مع الشاعر من غير من قغل قصد يعني مرات بيكون في أحداث عظيمة جداً وتغلب الشعر عنه يعبره عنه يعني الشاعر اللي كتب أعظم المفردات والناس هاموا بكلماته واستخدموه وعبرت عنهم يحصل له حدث معين مفرح أو حزين ما يستطيع يقول فيه ولا كلمة ويكون ممتظر سنة وسنتين إنه يعبر عن جواه عن حزنه عن فرحه بقصيدة وبرضو تغلبه وقفة يعني تبلد زي ما بقوله بتاع مشاعر مرات فعلاً بتحصل معك حاجات بتكون واقفة في مكانك ما عارف تتصرف تكتب تقول بيكون ما في وسيرة للتعبير فعلاً بتحصل حاجات زي دي يعني أصلاً قدامك دي قعد أقف فترة طويلة من الشعر يعني ممكن سنتين صنة ونص ما أكتب تحصل حاجة تحرك الحاجات القديمة أو حاجة تصدمني فترة لكن بعديها لازم يكون فيه في ردة فعل لقد ممكن تجي مداخرة يعني فزي ما قلتك بس هو فترة بتاع تبلد بتاع مشاعر هل بيضرورة أن يكتب الشاعر ما يشعر به أو ما يحسه ولا في مرحلة معينة الشاعر بي صلى القصيدة والنظم عنده بيزبع عبارة عن صناعة صناعة هذه أنا غايته ما معاه أنا ما والله يزيني بقوله ولا بعرف بلا ذاته فحسب والتباكة المواقفة الحقيقية بس لو كان بتخصني أو بتخص غيري يعني فحصلت معاي زمان في واحدة حكت لي موقف بخصة فاستفزاني وكتبت عنه لكن طبعا للأسف ما بس ذكر مدة طارق يعني لأنه ستقول لي قوليه لا ما تقول ليه أنا أريد أن أقيف معك على تجربة الكتابة عند الشاعر يعني كيف بتكتب أسماع عبدالخالق هل تستفز مشاعرها بسماء على نص محدد أو استدعاء ذكرى معينة عشان تكتب نص ولا تقعد في حالة انتظار إلى أن يجبر النص على الكتابة نعم في حالة انتظار السنة النص اللي قريبته قبل شوية أو في أول الحلقة واقفة قبله قريبة سنة وسبعة شهور من الكتابة إلى أن تجيني براها أصلا ما بستعجي الله يعني لازم تحصل حاجة تعمل حراك شديد جوا عشان بعد ذلك يطلع النص المعني نسمع نص تعني نسمع نص تعني طيب نقول الله يفتر أنا مالي زي حبيت عيونك الله يفتر بعد لما أكون معاك وبي وراك ما قادر أصبر والله يفتر قلبي عامنا قلت لك من دروب الريدة تحذر بكرة تدعود عليه وحب حب القصة تكبر وتبقى ريد من غير نهاية وتحسب النجمات وتسحر الله يستر والهوى يقلل منامك وبرضو حاجات تانية أخطر والله يستر وكان سمعت كلامي أحسن قلبي يبقى أكرم لك وأستر وانت كان فاكر بتوصل يا أخي جد كان غيرك أشطر والله يستر أنا مالي زي حبيت عيونك الله يستر بعد لما أكون معاك وبي وراك ما قادر أصبر والله يستر الله يستر طيب كيف بتكتب اسمو عبدالخالق القصيلة شوف كتابة القصيدة عندي يعني التقوص ولا كيف بمجرد ما جاتك فكرة الكتابة هل بتستسلم من الفكرة تكتبي وقفت في سطرين خلاص أوكي ولا بتنتظر إكمال القصيدة هل في قصايد معينة وكفت في ثلاثة أربع عبيات واعتبرتها نص ولا طلعتها خارج الحسابات مسألة الكتابة ذاتك كل للفكرة من استدعاء الشعور اللحظة الأولى للكتابة إلى حين إخراج القصيدة هل بيكون في تعديل في القصيدة هذا المقصود بالسؤال أيوة طيب حصلت معي كثير ورشبت أندي جيناس نصوص بادية فيها بيتين ثلاثة وأربعة وما بكملها بحيثة ما ليجي دارة كملة أنا قاعد أضغط على روحي فبخليها على كده بخليها بيتين ثلاثة زي ما هي تحسبيها قصايد منقوصة ولا بشيلا من حزاباتي لما لا بشيلا من حسابات لكن بقولها كده براي كده لو قعدت ذكرها براي في جلسة خاصة في كده ففيها بيات بتكون سمحة لكن ما عندي أزي ما بقوله تماما يعني مثلا عندي نص بذكر كتبته زمان بيقول له اعتبر ده قرار أخير مستحيل أقدر أسامحك ويا ما سامحتك كتير وصلك عن الريد شقاوى يا خلي الريد طير داما النص كله طار غايت ويكفر تغيبت لحده جميل نتكلم برضو عن المشاركات الداخلية والخارجية وإسهامه بالنسبة للكاتب والتعريف بيهم أنا طبعا ما عندي مشاركات خارجية لحد ديلان أصلا ما من اعتبر البلد لمشاركة صراحة معنية كان قدمت لي دعوة من عمان وما توفقت في أني أصل لظروف خاصة يعني ما وصلت للمشاركة فجوه هنا بس من زمان مباري المنتديات والشعر وكذا لكن بدايتي كانت في نجوم الغد إلى أن ألبي المقام في شوارك كان بالرائب يتقدم كوسر بيومي لو تتذكر ولا أنت صغير الزمن دعا لحضرتك وبعد ذلك ريحت البون أكثر من أربعة مواسم كان اللي يحضور فيها تحية لهم كلهم شباب فيهم ديميلين يعني صراحة وبعد ذلك هؤلاء اللقاءات العادية نتكلم فيها عن الشعر وعن الفن وكذا المنتديات دي كلها شنو أضافت ليك أنت و أضافت لي مسيرتك يعني هكذا طبعا أضافت ليك كتير شديد المنتديات دي أهم حاجة تقدر أو من أهم الأماكن التي تقدم من خلال كتاباتك وشعرك جميل نص مع نص أخير نص أخير طيب نختار لك نص اختار نص لأنه النصوص الجديدة دائما بتكون صعبة الحفظ أيوة دي دا نص كتبت لي بيتي ولي كل الجميلات نقول هل ما بتشبه الباقيات لأنه بهمها المضمون وما بتغريها شكليات وما بتفرق معاها قروش ولا بنيان ولا عربات اللي بيفرق معاها الريد عيون بجدت تكون صادقات وهال ما بتشبه الباقيات عارف حقيقة معنى الريد والبيت زي صباحة العيد ونائرة تعقد السمحات وجد ما بتشبه الباقيات أصلا ما بتزعي لزول والما فيها حبة تقول ماش تتوزع البسمات وجد ما بتشبه الباقيات لو ألقاها فرحي بزيد تسلم عيني قبل الإيد حبها لي جميل وعميق كتار في الريد السطحيات وجد ما بتشبه الباقيات بدون أنا ببقى بين نارين ما بتقول كلاما شين احفظ ربي من العين أن نستني كل الفات وجد ما بتشبه الباقيات شكرا جزيلا اسمه عبدالخالقة الشاعرة نورتينك تخيرك تسلم شكرا لك وشكرا لقناة الشروق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا